اهلا بكم مشاهدين يواصل الاحتلال الاسرائيلي مجازيره في قطاع غزة حيث افاد مراسل الميدين بارتقاء شهدين واصابة عدد اخر من الاشخاص في قصف استهدف منزلا في مخيم البريج وسط القطاع وكان قد استشد ثمانية فلسطينيين بينهم طفلتان واصيب اخرون في قصف لقوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم على قطاع غزة مصادر محلية اكدت ان قوات الاحتلال استهدفت منزلا في محيط ميدان فلسطين وسط مدينة غزة ما ادى الى استشهاد طفلتين وذكرت المصادر ان اربعة اطفال وصلوا الى مستشفى العودة في مخيم النصيرات بعد ان استهدفت قوات الاحتلال شقة سكنية في برج الاتحاد ما ادى الى اصابتهم كما اشارت المصادر الى ان خمسة فلسطينيين استشهدوا في قصف اسرائيلي لشقة سكنية في بلدة الزوايدة في وسط القطاع في هذه الساعة من التغطية مشاهدين نواكب اخر التطورات الميدانية ونقرأ في المشهد في ضوء الاحداث والمواقف والتصريحات التي شهدت الساعات الماضية ينضم الينا هنا في السيديو الدكتور علي مطر الخبير في العلاقات الدولية ومر مالا مدير مركز مسارات لابحاث السياسة هاني المصري اهلا ومرحبا بكم ضيفية العزيزين لكن مشاهدين في البداية نبدأ مع الزميل علي مرتضى من جبهة الاسناد اللبنانية ليطلعنا على اخر التطورات فيما يتعلق بهذه الجبهة اليك علي صباح الخير ملحم قبل قليل نفذت طائرة المسيرة الاسرائيلية غارة جوية في منطقة البقاع شرق لبنان بالتحديد على الطريق الواصل الى بلدة غزة واستودفت سيارة على هذا الطريق بواسطة صاروخ من طائرة مسيرة اسرائيلية ما ادى الى استشهاد وارتقاء القيادة في الجماعة الاسلامية محمد جبارة وذلك بعد استهدف سيارتها اذا طبعا الجماعة الاسلامية هي جزء من هذه المعركة التي بدأت منذ الطفان الاقصى منذ السابع من اكتوبر ولا العديد من العمليات العسكرية على طول الجبهة هذه ليست المرة الاولى التي تستهدف الجماعة ان كان عبر الطائرات المسيرة وان كان ايضا عبر الملاحقات وملاحقات المقاتلين الذين يقومون بالعمليات بين الحين والاخر على طول الجبهة مع جنوب لبنان وتعتبر الجماعة الاسلامية جزء اساسي من المجموعات المقاومة والاحزاب المقاومة والحركات المقاومة التي تقتل في جنوب لبنان ضد اسرائيل وهي كثيرة بالمناسبة ودائما ما تتعرض للملاحقات العسكرية والامنية من قبل العدو الاسرائيلي بالمجمل عدا عن هذه الغارة الهدوء يسيطر على الجبهة منذ الامس بالامس ايضا شاهدت هذه الجبهة غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت المنطقة بين الطيب والقنطرة إلى انه لم يسجل اصابات كذلك امس كان هناك غارتين حربيتين الاولى استهدفت بلدة الطيب والثانية استهدفت بلدة عيترون ولم نسجل ايضا وقوع اصابات بهذه الغارات ايضا بالامس شاهدة عملية عسكرية واحدة حدثت بعد منتصف ليل امس واستهدفت مستعمرتين ساعر وغشر هزيف بعشرات صوريخ الكتيوشة طبعا هذا جاء نتيجة استهدف المدنيين من قبل عدو الاسرائيلي مأدب المقاومة إلى الرد على هذه المستوطنة بالمناسبة هذه المستوطنة تقع تتصل عمرانيا مباشرة بنهارية تقع شمال شرق نهارية يعني تقريبا في نهارية ولكن احدى ضواحي الشمالية لمستعمرة نهارية بالمجمل هذه هي كل الاوضاع على الجبهة عسكريا الجبهة هادئة بالامس شاهد تطورا نوعيا عبر خطاب الأمين العام لحزب الله الذي وضع ملامح المرحلة المقبلة لا سيما بعدما دق نسقوص الخطر أمام العدو الاسرائيلي بازدياد استهداف المدنيين في الأيام الماضية وقد عدد السيد حسن الحالات التي استشد فيها مدنيين ليس آخرها استشاد ثلاثة أطفال في بلدة أم التوت هنا في الجليل الغربي ووضع السيد حسن قاعدة جديدة لهذه المعركة ولا سيما إذا ما استمر موضوع استهداف المدنيين حيث أعلن عن عزم حزب الله بتوسيع دائرة النار والاستهدافات إلى مستوطنات لم تصل نيران حزب الله لها من قبل ويتقصف لأول مرة بالفعل نفذ هذا الأمر أول من أمس وأمس وطبعا وضعت هذه القاعدة من جديد هذه القاعدة هدفها ردع العدو الاسرائيلي عن توسيع استهدافاته للمدنيين لا سيما بأننا نعلم بأن اسرائيل لها شهية بضرب المدنيين وبالتالي حزب الله قرر بتوسيع دائرة النار باستهداف هذه المستوطنات طبعا حينما تضع المعادلة مستوطنات مقابل استهداف المدنيين فنحن لا نتحدث عن أهداف عسكرية لا نتحدث عن قواعد عسكرية لا نتحدث عن الأمور العسكرية البحتة بمعنى ملاحقة قواعد الجيش الإسرائيلي ومواضعه المستحدثة وحتى القديمة والقواعد الأساسية وحتى القواعد المستحدثة بل يعني حزب الله بأنه سوف يوسع دائرة التهجير للمدنيين للمستوطنين الإسرائيليين المتواجدين في هذه المستعمرات والتي إن قصفت من جديد سوف تؤدي إلى توسيع دائرة التهجير بالشمال بالمجمل هذه هي كل الأوضاع على الجبا حتى اللحظة من الحم شكرا جزيلا لك علي مرتضى من جنوب لبنان أبدأ معك دكتور علي مطر فيما يتعلق بانعكاسات التصرحات التي أدل بها سماحة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بالأمس فيها العاشر من محرم كان لها معكاسات كبيرة فيها الحقيقة فيها الداخل الإسرائيلي البعض أشار بأن هذا الخطاب هو من أقوى الخطابات التي أطلقها الأمين العام وألقاها منذ السابع من أكتوبر طفان الأقصى والبعض داخل إسرائيل قال بأنه الأقوى حيث أنه لأول مرة يهدد بشكل واضح بتوسيع دائرة الاشتباك نعم صباح الخير لك والمشاهدين يوم أمس الأمين العام لحزب الله رسم أفاق المرحلة القادمة وكان خطابا يمكن القول أنه حمل تحولات وليس كما الخطابات السابقة على الرغم من أنه إعادة التأكيد على بعض النقاط ولكن يوم أمس تحدث سيد نصر الله في أربع نقاط رئيسية النقطة الأولى أنه لا وقف لهذه الجبهة طالما أن غزة جبهتها مستمرة وسمى هناك مصطلح جديد استخدمه هو العدوان بمعنى أنه حتى لو أراد الإسرائيلي الذهاب إلى مرحلة ثالثة فأن هذه المرحلة ليست واضحة المعالم وبالتالي لا يمكن وقف الحرب طالما أن هناك عدوان على قطاع غزة بمختلف الطرق النقطة الثانية والمهمة أنه في حال أراد الإسرائيلي أن يوسع حربه على لبنان فأنها لن تكون نزهة وهي تأكيد أكثر حينما دلل على موضوع الدبابات بأنه هناك نقص في الدبابات لدى الكيان فإذا أتت الدبابات إلى لبنان لن يكون هناك دبابات عند الكيان وهذه كانت نقطة رسالة عسكرية مهمة جدا الأمر الثالث هو مسألة إعمار جنوب لبنان وهذا قطع الشق باليقين على الكثيرين في الداخل اللبناني وأعطى رسائل متعددة أنه حتى للإسرائيل إذا قمت بتدمير مناطق في جنوب لبنان فأننا سنعيد إعمارها وسنستمر في الحياة وأن هذه القرى ستستمر في ضجتها وحياتها وإلى جانب المستوطنات الإسرائيلية وأن أهالي هذه القرى سيعدون النقطة الرابعة والمهمة والتي كان لها انعكاسات كبيرة داخل الكيان هي مسألة توسيع الاستهدافات للمستوطنات جديدة ربما تكون نهرية ربما عكا ربما حيفا أو غوجدان يمكن القول لأن الإسرائيل اليوم تمادى كثيرا في استهداف المدنيين ولم يعد مقبولا عند الطرف اللبناني أن تستمر هذه الاستهدافات بهذه الطريقة وبالتالي هنا الأمير العام لحزب الله أشار إلى نقطة هم توسيع المستوطنات يعني أنه لم يعد يستهدف فقط عسكريين في السابق كانت المقاومة تستهدف القواعد العسكرية وتنطقي الأهداف العسكرية والاستراتيجية اليوم لا إذا أردت أن تستهدف المدنيين فأن المقابل أيضا سيكون باستهداف المدنيين وهذا انعكسها بشكل كبير وبدأت الصحف تتحدث به بشكل كبير جدا معاريف دكور علي المدني مقابل المدني هي معادلة أرساها حزب الله منذ فترة من الزمن ولكن الآن الجديد والذي هدد به سيد حسن صلى الله عليه وسلم هو استهداف مستوطنات جديدة أي توسيع دائرة الاشتباك ورقعة الاشتباك وهذه هي النقطة المهمة التي يحضر ويخشى منها كائن الاحتلال الإسرائيلي سيد هاني المصري كيف تبعت هذه الكلمة لسماحة الأمين العام لحزب الله سيد حسن صلى الله بالأمس أعتقد أن هذه الكلمة هامة جدا وتزيد من المأزق الإسرائيلي لأن إسرائيل هي في مأزق مزدوج مأزق عدم قدرتها على حسم الحرب في قطاع غزة رغم مرور حوالي عشرة أشهر ومأزق انهيار نظرية الردع الإسرائيلي من خلال استمرار الحرب المحدودة على الجبهة الشمالية بدون أن تستطيع إسرائيل أن تحسمها أيضا تهدد تارة تراجع تارة أخرى هناك تجازبات كثيرة داخل إسرائيل بين من يريد التصعيد ومن يحذر من التصعيد في نفس الوقت إسرائيل تبدو عاجزة لأنها لو كان في متناولها القدرة على التصعيد وإحراز نتائج ملموسة لن تتردد ولا لحظة واحدة ولكنها منهكة في قطاع غزة وبالتالي كيف ستستطيع أن تفتح جبهة واسعة في لبنان كلمة السيد حسن نصر الله جاءت لتزيد المأزق الإسرائيلي أننا لسنا فقط نتضامن مع غزة وإنما يمكن أن نصعد هجماتنا لمستوطنات جديدة وهذا يزيد المأزق الإسرائيلي لأن ماذا يعني أن تصريح لمناطق ومستوطنات جديدة يعني أن مزيد من المستوطنين سيهاجروا وتتكفل بهم الدولة يعني المزيد من المتاعب الاقتصادية يعني المزيد من ظهور العجز الإسرائيلي لأن إسرائيل كانت دائما هي التي تبدأ الحرب هي التي تحسمها هي التي تنهيها وهي التي تبقيها خارج جبهة داخلية كل هذه الأركان سقطت عشرة أشهر وإسرائيل لا تستطيع أن تعرف إلى أين تصير الأمور وهناك الكثير من الإسرائيليين يقولون لها لا تتورطي في هذه الحرب صحيح أن هناك أصوات إسرائيلية ورؤوس حامية تريد أن تدفع إلى الحرب على أمل جر الولايات المتحدة الأمريكية إليها ولكن هذه الأصوات ليست هي الأصوات المقربرة والحاسمة إذن المأذق الإسرائيلي يتعمق ولكن علينا أن نلاحظ أن المكابرة لا تزال مجتمرة فنيتنياهو لا يزال يكبر وإحنا مثل ما نقول المكابرة والعناد كفر يعني لا يمكن أن تحل المكابرة المأذق وإنما يمكن أن تؤجل لحظة الحقيقة يمكن أن تؤجل الحثم وخاصة أن هناك ضغوط من داخل جيش الاحتلال ومن داخل أجزاء الأمنية الإسرائيلية على نتنياهو سيد مصري هو لا ينظر إلى المأذق الذي تعيشه إسرائيل إنما ينظر إلى المأذق الذي يعيشه هو شخصيا وبالتالي إطالة أمد هذه المعركة ربما يبعد عنه المحاسبة ولو لفترة من الزمن سنعود إلى هذه النقطة ولكن معنا الآن هنائم حميد تنضم إلينا من الضفة الغربية من القدس المحتلة هنائم حميد لتضعنا في صورة آخر التطورات حيث الأنباء تشير إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن جفير للمسجد الأقصى هنائم ماذا في التفاصيل بالفعل ملحم في هذه الأثناء يقوم وزير الأمن القوم الإسرائيلي المتطرف إثمار بن جفير باقتحام للمسجد الأقصى المبارك طبعا برفقة عدد من متاعديه وأيضا برفقة لعدد كبير من عناصر الشرطة الإسرائيلية وعناصر المخابرات الإسرائيلية الذين يرافقونه في هذا الاقتحام الاستجزازي والاحتلالي لباحات المسجد الأقصى وفي هذه الأثناء أيضا يتم منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى المبارك هذه المرة الثانية التي يقوم بها بن جفير باقتحام المسجد الأقصى منذ بدء العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر كان قد اقتحم المسجد الأقصى في نهاية تقريبا شهر أيار مايو الماضي خلال فترة عيد الصصح العبري وهذه المرة الثانية التي يقتحمه بفارق زمني ليس طويلا في الواقع بين شهر أيار مايو الماضي وهذه المرة متوقع طبعا أن يقوم بن جفير بربما إزار بيان أو حتى تصريحات عبر الفيديو أو ربما عبر تغريدة له بعد أن ينهي هذا الاقتحام كما يقوم بالعادة بفعل ذلك أو أن يقوم بتسجيل فيديو أيضا مصور من داخل بحاد المسجد الأقصى المبارك يقوم خلاله الإسلاء بيه تصريحات حربية عمليا أو حربزية ضد الشعب الفلسطيني وضد الفلسطينيين عموما والمسلمين وأيضا يعني بالتحديد حول غزة وحركة حماس وأيضا حول السيادة على المسجد الأقصى المبارك كما يعني انتهج بشكل عام في المرات الصابقة حتى ما قبل الحرب العدوانية على قطاع غزة إذن بالفعل يعني ملحم باقتصار في هذه الأثناء ما زال على الأقل بحسب المعلومات المتوفرة لدينا ما زال بن جفير في داخل بحاد المسجد الأقصى ويتوقع أن يدلي بتصريحات مباشرة بعد خروج ونحن بطبيعة الحال نتابع صور هذه الصور لبن جفير وهو داخل بحاد المسجد الأقصى شكرا جزيلا لك هنا محميد وأعود لك سيد المصري التعليق على هذه الصور وهذا الاستفزاز الجديد للوزير الإسرائيلي المتطرف بن جفير بفضلا عن الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية والوحشية الإسرائيلية التي تمارس منذ قرابة عشرة أشهر في قطاع غزة أيضا الاستفزازات على الصعيد الآخر المتعلق باقتحام المسجد الأقصى المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية كذلك الأمر لا يزال متواصل علينا أن نتذكر دائما أن بن كفير والصهيونية الدينية بشكل عام تعتقد أن هذه الفترة مناسبة لحسم الصراع بمعنى لتصفية القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالمقدسات والمسجد الأقصى تحديدا لذلك يحاولون بشكل منتظم ومستمر وضمن خطة يعني منهجية اقتحام المسجد الأقصى بشكل متواتر حتى تبقى هذه القضية حية لأن هناك 52 مؤسسة في داخل إسرائيل تهدف إلى يعني هدم الأقصى وبناء هيكل سليمان المزعوم بدلا عنه وبالتالي يعبر بن كفير عن هذه المؤسسات ابقاء القضية حية انتظارا لوقت مناسب يتم فيه تكريس التقسيم الزماني والمكاني وبعد ذلك بناء كنيس داخل المسجد الأقصى وبعد ذلك هدم المسجد الأقصى في وقت مناسب هذا كلام قد يبدو مبالغا به ولكن من يسمع وماذا يقولون ويطلع على ماذا يخططون يعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يتم إذا لم يتم إدراك مبكر من قبل الفلسطينيين والعرب والمسلمين والأحرار في العالم كله لخطورة تنفيذ هذا المخطط لذلك يجب أن نأخذ هذه التصرفات بكل جدية وخاصة أنها جزء من كل يعني بمعنى بن كفير طالبة بإصلاق الرصاص على رؤوس الأسرة بن كفير طالبة بحل السلطة الفلسطينية بن كفير طالبة باحتلال قطاع غزة وتهجير أهلنا في قطاع غزة إلى الخارج وإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة بن كفير يريد أيضا التخلص من شعبنا داخل أراضي 48 إذن الموضوع ليس موضوع خطوة هنا وخطوة هناك منعزلة عن بعضهم البعض وإنما هناك مخطط متكامل طبعا لن يكتب له النجاح ولكن يجب أن نرى حتى نستطيع أن نحبطه ونعمل على إحباطه والتحذير منه بشكل مستمر حتى يتيقص الجميع ويعمل الجميع من أجل إحباطه طيب دكتور علي مطر يعني بناء الهيكل تشهيد الهيكل هو أمر موجود في يعني صلب الديانة اليهودية وبالتالي المتطرفين وليس المتطرفين ومعظم اليهود في الحقيقة يؤمنون بهذه الفكرة ويعملون عليها موضوع التنقيب تحت المسجد التجريف كل هذه الأمور هي من الدلائل على أنهم يسعون جاهدين للوصول إلى هذه المرحلة ما هو السبيل لوقف هذه الخطوات وهذه الإجراءات الإسرائيلية في إسرائيل اليوم غارق أكثر فأكثر في موضوع العنصرية وموضوع التطرف وموضوع العضوية والزهاب أكثر نحو التطرف الديني اليوم كما هو بات واضحا يعني من معركة سيف القدس إلى اليوم أنه لم يعد هناك سبيل أمام إيقاف هذه الحركات الإسرائيلية وهذه المسألة إلا ما تقوم به المقاومة لأن العالم كله اليوم يشارك إلى جانب إسرائيل في إعطائها كل ما تريد بحيث أن حتى المجتمع الدولي يعتبر أن من حق إسرائيل هذا الأمر وبالتالي من يقف أمام ما تقوم به إسرائيل اليوم الشعب الفلسطيني يترك وحيدا الفلسطينيون في الداخل يتركون لوحدهم يواجهون مصيرهم لوحدهم وفي الضفة وفي القدس هناك أزمة حقيقية خاصة في القدس هناك أزمة حقيقية بحيث أن إسرائيل تبصد سلطتها كيفما تشاء وبالتالي من يقوم بإيقاف هذه المسألة هذه التصرفات الإسرائيلية إلا المواجهة التي تحصل فحقيقة ما وصلت إليه حركة حماس وفصائل المقاومة في قطاع غزة لم يكن إلا نتيجة أن الإسرائيلي فعلا لم يترك أي باب مفتوح للفلسطينيين من أجل الحفاظ على حقوقهم وأحد هذه الحقوق هو الحفاظ على مسجد الأقصى الحفاظ على القدس على قدسية هذه القضية وبالتالي ما قام به الفلسطينيون يأتي في هذا الصياق لم يخرج عن أي صياق آخر الأمين العامل حزب الله أشار بالحقيقة إلى هذه المسألة في خطابه في ليلة التاسع من محرم وتحدث عن فكرة إسرائيل وأن إسرائيل إلى عين زاهبة وعن فكرة الهيكل وكل هذه الأمور وأكد فعلا على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لوضع حدود للكيانة الإسرائيلية وأصلا فكرة طفان الأقصى قائمة على هذا المنطلق الذي تحدث عنه تماما ومن هنا أيضا أتت جبهات المساندة عندما قامت كل جبهات المساندة بالوقوف إلى جانب أهالي غزة والمقاومة في كطاع غزة كانت نتيجة أنه فعلا لم يعد هناك سبيل أمام القضية الفلسطينية إلا المواجهة نحن لو رجعنا إلى ما قبل طفان الأقصى كنا نرى كيف يتم تميع القضية وتمص القضية وإسقاط هذه القضية وتغيير الوعي الجمعي عند كل العالم في العالم في الغرب وفي عند العالم العربي وأخذ الدول نحو التطبيع وبالتالي لم يعد هناك إمكانية للتعايش مع هذا الكيام بهذا الأسلوب وهذه الطريقة كان الهدف مما يحصل في الصابق سواء بصفقة القرن أو بعد أن أتى بايدن وأكمل هذه المسيرة كان جعل إسرائيل هي دولة طبيعية في المنطقة وترتيب علاقات معها مع كل دول المنطقة وكان ينقص أن تذهب السعودية إلى فكرة التطبيع وتنتهي المسألة وبالتالي أهم دولة في المنطقة تقول أنها تقود العالم الإسلامي في حال طبعات يعني أنه عمليا القضية لم يعد لها أي وجود وبالتالي من سيدافع عن هذه القضية من هنا أتت جبهات المسندة ما قامت به لأنها كانت تعرف أن من حق الفلسطينيون الحفاظ على حقوقهم ولا يوجد هناك أي سبيل للحفاظ على هذه الحقوق إلا بهذه الطريقة الدليل على ذلك اليوم قولة قليل اتخذ الكنيس قرار مبدئي بعدم القبول بقيام دولة فلسطينية هذا يؤكد أن الإسرائيليون لن يعطوا فلسطين أي دولة هم يكذبون على الفلسطينيين المجتمع الدولي كله يكذب سواء بعام 48 وقرار التقسيم 181 أو عام 1967 بعد الحرب وصدر قرار عن مجلس لأمن 242 كان يتحدث عن أعطاء الفلسطينيون دولة ولم أحد يلتزم ولا أحد يلتزم الأمريكي اليوم حتى الأمريكي اليوم عندما يقول يريد أن يعطي دولة الفلسطينيين هو لن يعطيهم دولة بحدود ال67 هو يعطيهم رؤية دولة وفق ال67 وبالتالي حتى لم يضغط على الإسرائيلي بشكل كافي لإعطاء حق للفلسطيني إذن لم يعد هناك سبيل إلا بالمواجهة وهذه المواجهة التي ستعيد الحقوق الفلسطينية سيد المصري أعود معك لما يجري نتنياهو إطالة أمد هذه المعركة بالرغم من أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي مطلقا وقبل ذلك نشير مشاهدين إلى هذا الخبر العاجل حيث يشير استطلاع رأي إسرائيلي لأن 73% من الإسرائيليين مستوى ثقتهم بالحكومة منخفض أو منخفض جدا وأيضا استطلاع الرأي أيضا يشير لأن 86% من الإسرائيليين قلقون جدا من الوضع الأمني في إسرائيل إذن القلق يتزايد سيد المصري كما نتابع في هذا الخبر العاجل بناء على استطلاعات الرأي الإسرائيلية القلق داخل المجتمع الإسرائيلي في تصاعد وفي تزايد ورب الرغم من ذلك نجد بأن بن يمين نتنياهو يصر على إطالة أمد هذه المعركة أيضا يفشل كل المفاوضات آخرها ما حصل في الفترة أو الآونة الأخيرة من إفشاله للمفاوضات على الأقل حتى هذه اللحظة أحد مستشارية بن يمين نتنياهو يقول لوسائل إعلام إسرائيلية بأن المعركة ستستمر لسنوات وبالتالي طرح الآن موضوع المحاسبة وفتح تحقيق في المحاكم الإسرائيلية حول السابع من أكتوبر والتداعيات والمسؤولية لا يصب في مصلحة إسرائيل مطلقا وبالتالي ما الذي يخطط له الآن بن يمين نتنياهو برأيك اعتقد أن بن يمين نتنياهو يراهن على استمرار الحرب ويستخدم الحديث عن المفاوضات وعن الصفقة للتغطية على استمرار الحرب واستمرار الحرب لأسباب ذاتية وموضوعية أنا ضد المبالغة بأن استمرار الحرب فقط من أجل بقائه السياسي هذا واحد من الأسباب ولكن هناك أسباب أخرى منها أن نتنياهو يعتقد هو شريحة لا بأس بها في إسرائيل بأن وقف الحرب أو الصفقة بدون إحراز نصر واضح هو يسميه نصر مطلق ولكن الذي يسعى فعلا له هو نصر واضح نصر واضح يستطيع فيه أن يستعيد جزء على الأقل من قوة الردع الإسرائيلية التي انهارت كما أن نتنياهو يراهن على مسألة انتصار وفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة بل قرأنا في الأيام الأخيرة بأن إيرون ماسك يقوم بوساطة ما بين نتنياهو وما بين ترامب لأن هناك عتب من ترامب على نتنياهو لأنه هنأ بايدن بعد فوزه وأرسل بعض الإشارات التي تزكي يعني بايدن وبالتالي غضب منه غضبا هو لا يحتاج لوساطة سيد المصري لأنه آخر تصريحات دونالد ترامب فيما يتعلق بالحرب على غزة يشير إلى أن إسرائيل لديها الحق في مواصلة هذه المعركة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لإنهاء هذه المعركة والقضاء على حركة حماس بشكل كلي وبالتالي هو لا يحتاج يعني لوساطة من إيلون ماسك أو من غيره ربما خلافات شخصية إنما في الرؤية العامة لدونالد ترامب فيما يتعلق بإسرائيل هذا الأمر لم يتغير بالرغم من الخلافات أو العتب إنجاز التعبير لأنه لا يوجد خلافات العتب فيما يتعلق بالذي حصل مؤخرا ما بين دونالد ترامب وبايدن وعبوا ناتنيا على صعيد الرؤية العامة وعلى صعيد العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبين اليمين الأمريكي وما بين اليمين الإسرائيلي هذا ليس محل نقاش ولكن هناك بعض الترسبات الناجمة عن بعض التصرفات التي أغضبت يعني ترامب وبالتالي يتم معالجة حتى تكون الأمور يعني مستتبع إذا فاز ترامب يعني في انتخابات الرئاسة يعني القادمة في إسرائيل الآن أشبه بالسرك يعني أعتقد أن مثل هذا السرك لم نشهده من قبل يعني وزير الحرب ورئيس الأركان وقالت الأجزاء الأمنية يشهرون برئيس الحكومة ويضغطون عليه حتى عبر وسائل الإعلام وهو قدم بعض الأمثلة على ذلك مثلا نتنياهو قال بأن الجيش لم يتجاوب معه في مزيد العسكري على إسرائيل فرد عليه رئيس الأركان على أن طالبه بالاعتصار من الجيش لأن هذا الأمر غير صحيح وفعلا بعد كل هذا الإجرام الذي تمارسه إسرائيل في قطاع غزة ما هو مطلوب أكثر وهل بمقدور جيش الإحتلال أن يقدم أكثر مثلا نتنياهو قال بأن يعني كلما نضغط على حماس والمقاومة أكثر كلما تصاب المعارضة الإسرائيلية بالجنون وتمارس المزيد والضغط عليه وبتالي يصور المعارضة وكأنها تقدم حماس وهذا شيء يعني يدل على حجم الخلاف وحجم الصراع الموجود داخل إسرائيل وزير الحرب علم أكثر من مرة ومعه قادة أمنيين وعسكريين بأن شروط الصفقة اكملت وأنه لا يوجد أي عائق أمني يمنع إتمامها إلا عليكم وقال ذلك لأهالي المحتجزين والأسرة عليكم برئيس الحكومة الذي يضع العقبات والصعوبات لمنع إتمام الصفقة وأعتقد أن هذا الأمر بات واضحا جدا كلما يتم هناك تقدم يقوم يعني نتنياهو بوضع شروط جديدة الشروط جديدة الآن مثلا في معبر رفاح ومحور صلاح الدين ومسألة عدم يعني عودة النازحين من جنوب القطاع إلا للشمال إلا بعد الشيء إسرائيلي يعني وهناك حديث عن نزع سلاح المقاومة وعن عودة عدم عودة السلطة إلى قطاع غزة وعدم استمرار حماس في قطاع غزة كل هذه المسائل يعني تجعل إمكانية إتمام الصفقة مستحيلة أمر صعب والمعارضة الداخلية في إسرائيل تزداد وهناك الآن حديث عن أن ليبرمن وبينيت ولبيد بحثوا إنشاء تحالف سياسي لمواجهة حزب الليكود ولإبعاده عن الساحة السياسية على كل حال هذه الأمور ربما نتحدث عنها بعد قليل لكن مشاهدين كتائب القسام أعلنت أنها قصفت بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين القوات المتمركزة في منطقة العزبة جنوب غرب حي تل السلطان في مدينة رفح بقذائف الهون القسام أعلنت كذلك استهداف دبابة من نوع مركابة بقذيفة اليسين 105 قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح ووزعت القسام مشاهدة لكمين مركب في تل الهوح تل السلطان وزلت فوقنا وضربت جنبنا وقاعدين بمسرع العقوات ببنائية ربنا حيث ربنا هذه معركة ربنا وربنا حيصدنا في الآخر اشتركوا في القناة موسيقى 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 كذلك وزع صراي القدس مشاهدة من قنص مجاهديها احد جنود الاحتلال خلال التوغل في حي شجعية شرق مدينة غزة موسيقى 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 وتظهر ألاف الإسرائيليين لمطالبة نتنياهو بصفقة تبادن للأسرى لدى المقاومة في غزة قبل خطابه المرتقب في الكونغرس الأمريكي المتظاهرون في تل أبيب ومناطق عديدة أخرى رفعوا لافتات مع صور الأسرى الإسرائيليين وسط استنفار لشرطة الاحتلال دكتور علي مطر جالنت اجتمع مع ذوي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية وقال لهم بشكل واضح اضغطوا على بن يمين نتنياهو قبل الذهاب إلى الكونغرس الأمريكي ليتم هذه الصفقة وبالتالي هناك ضغوط الآن داخلية تمارس على بن يمين نتنياهو قبل قليل قال سيد هاني المصري بأن بن يمين نتنياهو بشكل واضح لا يرغب بالذهاب إلى صفقة الآن وإبرام صفقة لأن هذا لا يصب لا في مصلحته ولا يجد أنه يصب في مصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي لأنه يريد نصر مطلق أو نصر واضح هل تعتقد بأن هذه الضغوط الآن لن تؤتي ثمارها بالرغم من تظاهر الآلاف والضغوط السياسية كما تحدثنا الآن المعارضة تتشكل وتتحد وبالتالي الضغوط تزداد على بن يمين نتنياهو نعم الآن كل شيء معلق إلى حين خطاب نتنياهو أمام الكونغرس وإمكانية رؤية الرئيس الأمريكي هذه هي مسألة المسألة الثانية أنه من عشرة أشهر إلى اليوم هذه الضغوطات لم تؤثر على بن يمين نتنياهو لأنه يعرف جيدا أنه أول شيء لم يحقق نصر في قطاع غزة وبالتالي أي إنهاء للحرب يعني أنه سيكون أمام المحاكمة وأولمرت لألفين وستي لا يزال شاهدا أمامه وبالتالي يمكن أن يذهب نتيجة الفشل الذي حصل من طفان الأقصى إلى اليوم أمام محاكمة تؤثر على كل المشهد عند بن يمين نتنياهو وعلى مستقبله السياسي المسألة الثالثة أيضا والمهمة أنه إلى الآن يستثمر ويستقطع بالوقت إلى حين انتهاء الانتخابات الأمريكية وهو يراهن على وصول دونالد ترامب وخاصة أنه كما حصل في المناظرة الأولى أنه ظهر بايدن ضعيف وهناك مطالبات اليوم من قبل الأغلبية الديمقراطية داخل الكونغرس سواء عند جاك شومير عند مجلس الشيوخ أو عند مجلس النواب هناك مطالبات لبايدن بالانسحاب ضرورة الانسحاب من هذا الصباق الرئاسي وربما في الأيام المقبلة سينسحب أو سيكون هناك تحول واضح في مسار الديمقراطيين وبالتالي يمكن أن يصل دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة وهو ما يراهن عليه بن يمين نتنياهو بحيث يعتبر أن ترامب سيتعامل معه بطريقة مختلفة وأنه هو وترامب أصدقاء ويمكن أن يدعمه أكثر إما في شقين أو في استمرار هذه الحرب يمكن أن يراهن على دعم أكبر وأكثر من ذلك أو أنه سيحميه في حال أراد إنهاء هذه الحرب لذلك هو إلى الآن يماطل في هذه المسألة وهذه الضغوط لم تؤثر ولن تؤثر عليه قبل وصول إدارة أمريكية جديدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيد المصري استكمالا لما تأتي به الآن وسائل الاستطلاع أو مراكز الاستطلاع الإسرائيلية وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب معظم الجمهور حوالي 55% تقريبا أعرب عن عدم ثقة بالقيادة الرفيعة المستوى للجيش وأيضا تشير إلى أن الانخفاض الحاد في الثقة بالجيش سجل على نحو خاص وسط الأشخاص الذين يصنفون في اليمين السؤال هنا طبعا هذه للمرة الأولى المستوطن الإسرائيلي يعرب عن عدم ثقته بهذا القدر وبهذا الحجم بالجيش الإسرائيلي وهذا له تبعات وله دلالات وله ارتدادات كبيرة في داخل الكيان ما هي الانعكاسات برأيك التي ستكون على الكيان الإسرائيلي الذي أنشئ في الأساس على فكرة أمنية وبأن هذا الجيش لا يقر وبالتالي جذب المستوطنين من الخارج كان بناء على هذه الرؤية بشكل رئيسي نعم معك حق دائما كان الجيش الإسرائيلي هو البقرة المقدسة محل ثقة الغالبية العظمى من الإسرائيليين لا يتعرض للانتقاد وهذا كان له أيضا أسباب لأن الجيش كان حقف إنجازات كبيرة لا نستطيع إنكارها لإسرائيل خاصة في حرب حزيران عام 1967 ولكن هذا أصبح من الماضي الآن الجيش الإسرائيلي يبدو يعني عاجزا مرتبكا متناحرا يخسر خسارات كبيرة في كل يوم غير قادرة على الحسم لا يسق بنفسه عنده نقص بالمعدات والعتاد والزخيرة والمثال على ذلك أن هناك بعض المجندات المتهمسات أردنا أن يدخلوا في سلاح المدرعات ولم يوافق جيش الاحتلال على ذلك فرفعوا دعوة في المحكمة العليا في إسرائيل فالمحكمة العليا طلبت من الجيش تفسير لماذا لا يتم السماح لهن في الانخراط في سلاح المدرعات فكان جواب جيش الاحتلال مفاجئ خاصة أنه يتم الاعتراض بذلك علنا بأن هناك نقص بالآليات ونقص بالمعدات ونقص بالزخيرة حتى أن قوات الاحتلال لجأت إلى مدربين على سلاح المدرعات لكي ينخلطوا بالحرب وهذا يدل على أن النقص كبير جدا وبالتالي إدعاءات إسرائيل أنها حربا شاملة ضد لبنان أو ضد مناطق أخرى هذه إدعاءات سرغة لا تجد لها أقدام على الأرض تحملها إذن الجيش الإسرائيلي في أسوأ أوضاعه في إخفاق تاريخي في السابع من أكتوبر دل أن إسرائيل ليست البعبع وليست القوة التي لا تقهر وإنما دولة أضعف مما كنا نتصور يمكن هزيمتها هذا يزعزع الثقة فيها من قبل الصهاينة وليس فقط من قبل أصدقاء إسرائيل أو حلفاء إسرائيل حتى الصهاينة أقيمت إسرائيل تحد أوا أنها ستكون ملاز آمن ومكان للرخاء ومكان للديمقراطية كل هذه الأساطير تحطمت في هذه الحرب وهذا سيكون له انعكاسات كبيرة على متقبل إسرائيل ولعل نتنياهو وهو يواصل الحرب ومعه اليمين الأكثر تطرفا يدركون عواقب وقت الحرب بدون النصر الحاسم وبالتالي الحديث عن بقاء الحرب لسنوات ليس كله ينطوي على مبالغة هناك من يريد أن تسمر الحرب حتى لا يتم المحاكمة حتى لا يتم المساهلة حتى لا تكون نتائج الحرب هزيمة لإسرائيل وبالتالي الوقت ربما يعتم متغيرات جديدة خاصة إذا جاء ترامب مع أن الآن فرص تنحي بايدن والسماح بالمرشح آخر من حزب الدموقراطي زادت بعد أن أعلن هو بأن إذا كان الفحص الطبي يشير إلى عدم مناسبة واصل كرشحي سألزم تلكي الديموقراطيين يطالبونه بالانتحاب الآن وأعلن أيضا أنه أصيب كورونا كل هذه المسائل تدل على زيادة الإمكانية أن يكون هناك مرشح آخر إذا كان هناك مرشح آخر فرص التغلب من قبل الترامب قبل يعني كما تشير الاستطاعة بالتالي الموضوع مهم فيه رهان على الزمن فيه رهان على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لأن إسرائيل بدون الدعم الأمريكي بدون الشراكة الأمريكية الكاملة أظهرت هذه الحرب أنها غير قادرة ليس فقط على الانتخاب وليس قادرة على الانستمرار يعني وبالتالي لاحظنا ماذا حدث عندما أتلقت الصواريخ والمثيرات الإيرانية طبعا وإذا الرهان ربما وهنا أوجه السؤال لدكتور علي المطر الرهان على وصول ديمقراطي أو جمهوري لا أعتقد بأنه رهان واقعي أو منطقي لأن كلاهما وجهان لعملة واحدة إنجاز التعبير وبالتالي لا فرق يعني بايدن ديمقراطي ومنذ عشرة أشهر وهو يدعم إسرائيل ويمدها بالأسلحة الثقيلة وغير الثقيلة القنابل آخرها القنابل التي تزن خمسمائة طن وحتى التقارير تشير إلى أن هناك إمكانية لتزويد إسرائيل أيضا بشحنات قنابل تصل إلى ألفين رطل خمسمائة رطل أنا ذكرت خطأ خمسمائة طن خمسمائة رطل وهناك إمكانية لأيضا تزويد إسرائيل بقنابل تزن حوالي ألفين رطل وبالتالي لا فرق بين الاثنين الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال تقوم على استراتيجية واحدة تجاه إسرائيل هي دعم إسرائيل لا متنهي بحيث أنه تعتبر أن إسرائيل هي جزء من أمنها القومي وأن إسرائيل أداتة للهيمنة بنهاية المطف في منطقة الشرق الأوسط الفرق بالتكتيكات الرئيس وبالكيميا ما بين الشخصيتين بايدن ونيتنياهو هم في الأصل أصدقاء ولكن لا كيميا في العمل بينهما وبايدن أشار بأكثر من تصريح أن هذه أصعب حكومة هذه أكثر حكومة تطرفا هذا أول مرة نواجه هكذا رئيس حكومة أما ترامب ونتنياهو فهناك تناسق بين الطرفين ولكن في نهاية المطاف من يدير هذه المعركة هي الدولة العميقة يعني كيف ترى أمريكا كدولة عميقة كيف ترى الأمور هل تريد حربا في الشرق الأوسط أو لا تريد حربا هل تريد توسيع الجبهات أو لا تريد توسيع الجبهات هل أننا نستمر في هذه الحرب إلى ما لا نهاية أو لا نصل إلى درجة أن ننهي الحرب حتى ترامب في حال أتى إلى الإدارة وصحيح كان لديه تصريح خلال المناظرة بأنه يجب أن تدعم إسرائيل وأن تترك في هذه الحرب تقوم بما تقوم به ولكن على الرغم من ذلك إذا وصلت في نهاية المطاف هذه الدولة إلى نقطة أنه يجب أنهاء هذه الحرب فسيقوم ترامب أيضا في إنهاء هذه الحرب إذن لا خلاف في كيفية رؤية أمريكا كدولة للمنطقة الخلاف في كيفية التعامل مع بن يمين نتنياهو لذلك هو يراهن اليوم على وصول دونالد ترامب لأنه أقرف في التعامل إليه من بايدن وربما يعطيه ما يريد نتنياهو في حال أراد إنهاء هذه الحرب هو يريد الحماية الحماية لأنه كل إسرائيل اليوم ضد نتنياهو يعني من أيمتا كنا نسمع أن الجيش يصرح ضد رئيس حكومة في الكيان هذه أول مرة الجيش يرفض أوامر الرئيس أو يقول للرئيس أن هذه السياسة غير صالحة أو أنه لا يمكن الاستمرار بهذه الحرب هناك خلافات على كل المستويات في الكيان وبالتالي أن يذهب نتنياهو لإنهاء هذه الحرب سيكون هو أمام مشكلة في مستقبله السياسي وفي محاكمته أمام المحكمة وبالتالي هو يريد رئيس من الولايات المتحدة الأمريكية أن يحميه مشاهدين تواجهوا قرية الولجة جنوبية القدس هجمة واسعة من جانب بلدية القدس والإدارة المدنية للاحتلال لهدم منازلها والاستلاء على أراضيها هذا التقرير لهنام حميد انسحبوا بآلياتهم وخلفوا دمارا ومأساة فلسطينية جديدة خمسة منازل هدمتها سلطات الاحتلال في قرية الولجة جنوب القدس بذريعة البناء من دون ترخيص لدينا أمر محكمة إنه ممنوع يهدوا البيت معنا لشهر عشرة وبنتفاجئ اليوم مننا جايين الجماعة وجايبين قرار هدم من المحكمة إنه اليوم لازم يهد الدور إحنا زينا زي الشعب اللي بصير عليهم بصير علينا أقل طلع على البلدية بيهدم أربع خمس بيوت بحجة عدم الترخيص وبحجة إنها هي منطقة خضراء منطقة طبيعية كل هدم إلا ما يطلعوا لك مبرر إما إنك عدم استكمال إجراءات الترخيص أو هاي أراضي تاب على سلطة الطبيعة أراضي خضراء وممنوع فيها البناء حتى لما بدك تيجي تمشي في الإجراءات القانونية وتحاول توقع الترخيص وتروح تكدم من الرخص اللازمة ما بيعطوك لأنك عربي تدعي بلدية القدس أن نحو الثلث مساحة الولجة تابع لنفوذها وتمنع البناء والتوسع فيها هذه هي القدس التي هجرت القرية الأصلية منها في العام ثمانية وأربعين ثم عزلت عن أراضيها هناك طوال عقود الاحتلال حتى أحكم الجدار فصلها بشكل كلي نحو 2500 دنوم فقط هي ما تبقى للقرية لكن الإدارة المدنية التي تسيطر على المناطق المصنفة جيم في الضفة الغربية تلاحق السكان هي الأخرى 17 منزل من بداية هذا العام خدمت في منطقة عينجوزة التي يعتبرها منطقة تابعة بالتاحتلال في الكدس لدينا نفس الأشي في منطقة جيم في إختارات يعني قبل أسبوع اقتحموا القرية وأعطوا إختارات لأكثر من بيت وشوارع زراعية بإغلاقها تحاصر القرية كذلك من قبل مستوطنة هارجيلو التابعة لمجلس تكتل جوش عتسيون وتعد أراضيها مدخلا لاستكمال مخططات الاستيطان ووصلها بين القدس والخليل جنوب الضفة هنأم حميد قرية الولجة جنوبي القدس الميادين سيد هاني المصري أختم معك طبعا شهدنا هذا التقرير الذي أعدته الزميلة هنأم حميد السؤال الربما الأكبر الذي يطرح الآن في ظل هذه الممارسات الإسرائيلية ليس فقط بحق سكان قطاع غزة إنما أيضا بحق سكان الضفة الغربية الاقتحامات المتواصلة الاعتقالات المتواصلة الاستيطان المتواصل ما هو المتوقع في ظل كل هذه الضغوط التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية هل من المتوقع أن نشهد انفجارا خاصة مع أيضا الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة تكرر أكثر من مرة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أوسط الحكومة بتخفيف الضغط على حابنا في الضفة الغربية لأن مواصلة هذه الضغوط والتي هي ضغوط متنوعة يعني ضغوط عسكرية بالاغتيالات والاعتقالات بتقطيع الأوصال بزيادة الاستيطان بمصادرة الأراضي بالاعتداءات على الأقصى بنقل تجمعات سكانية من مناطق إلى مناطق بفضل قوانين الإسرائيلية على مناطق التي مفترض هي مناطق ألف وبا وجيم كل هذا يعني فيه تكسيف رهيب لتطبيق المخططات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية وتهويدها استعدادا لتهجير سكانها وبالتالي استمرار هذه الضغوط يعني يمكن أن تؤدي فعلا إلى انفجار واسع هناك طبعا مقاومة مستمرة وزادت معدلاتها منذ السابع من أكتوبر ولكن لم تصل حتى الآن للانفجار الكبير يمكن استمرار هذه الضغوط أن يصل بنا إلى هذا الأمر وربما بأحد الأسباب التي أدت إلى الإفراج عن بعض الأموال الفلسطينية من الحكومة الإسرائيلية بالآونة الأخيرة هي الأخذ بنصيحة الأجزاء الأمنية بأن استمرار الضغط بهذه الطريقة سيؤدي إلى الانفجار صحيح أن سموترش أخذ مقابل ذلك حرية في المضي في مخططات الضم الزحف والمتدرج ولكن هذا يعني خفف قليلا من الضغوط الاقتصادية على السلطة وعلى السكان خاصة أن موظفي السلطة منذ سنوات لا يتخذون رواتبهم كاملة ولا يعمل عمال يعني في داخل إسرائيل وإسرائيل تقص على الأموال الفلسطينية كل هذه الصورة تقع بالنهاية إلى الانفجار متى لا أحد يطيع أن يعرف هذه مسائل يتداخل فيها عوامل كثيرة ولكن الأمور تسير في هذا الاتجاه ما لم يحدث تطور كبير أشكرك جزيل الشكر هاني المصري مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات كنت معنا من رام الله وأيضا شكرا لدكتور علي مطر خبير بالعلاقات الدولية الشكر مشاهدين موصول لكم أيضا على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة